أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بالمتابعين والمشتركين وجولة جديدة حول ما يحدث الآن في العالم بداية نجدها قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو لو أعجبكم الخبر الأول معنا من موقع صد البلد بيتكلم عن موقف الرئاسة الفلسطينية من اللي حصل النهاردة في نابلس ومن استشهاد الإبراهيم النابلسي ومكان معه كانوا بيدفعوا معاه وطبعا استشهدوا وكلمنا كتير عن الموضوع لكن أهم حاجة دلوقتي الرئاسة الفلسطينية عملت ايه او ايه موقفها او ايه الكلام اللي قالته الخبره نازل من كام ساعة بيقول حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن التصايد الإسرائيلي اللي بيحصل في الضفة وفي القطس وفي قطاع غزة هيولع المنطقة وهيعمل دمار محدش يقدر يتحمل نتائجه مضيفة لأن إسرائيل بتقترب من المواجهة الشاملة مع الفلسطينيين عمالة تأذف ده وتدرب في ده يعني هما دلوقتي اللي يعمل فاتت كان بتدرب في غزة مع حركة الجهاد تمام؟ دلوقتي إبراهيم النبلسي من فتح وبعد كده الله أعلم بقى تخش في مين ولا في مين فكده هي بتولع الدنيا معهم كلهم جاء ذلك تعليقا على اختيال إسرائيل للقيادة في كتاب شهداء الأقصى إبراهيم النبلسي إضافة إلى استشهاد اتنين تانين وجرح عشرات من الفلسطينيين في خبر قال أن النهاردة تم إصابة أكتر من 30 فلسطيني في الموضوع ده وذلك خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي بمدينة نبلس وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان صحفي يوم الثلاث أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني واستغلاله لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية كل ده علشان يقير لبيد كلنا عارفين أن الفتالي بنتمشي واللي ماسك دلوقتي مؤقتا يقير لبيد فكل اللي بيعملوا ده عبارة عن علشان الإسرائيليين ينتخبوه هم كده كل ما يكون اللي ماسك الحكومة أكثر عنفا بيحبوه جدا وبيخلوه يبقى موجود ده اللي على كده نجاح نتانياهو أكتر من مرة في أن يمسك رئاسة حكومة إسرائيل فهو ده اللي يقصده أبوردينة وأضاف كمان أن المندوبة الأمريكية للأسف لدى الأمم المتحدة أن اللي حصل النهاردة ده عبارة عن أن ده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأنها بتدعم الرواية الإسرائيلية وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وقال كمان أن ده كلام مرفوض وغير مقبول لأن إسرائيل هي المعتادية هي المحتلية الأرض الفلسطينية والمطلوب دلوقتي هو تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذا التصايد وقال القدس ومقدساتها هي أساس السلام والاستقرار للجميع وعلى المجتمع الدولي الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة إسرائيل اللي انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان التي ينادي العالم يوميا بتطبيعه ومن ناحية وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يجب أن يحرك ضمير العالم والله ولا هيبصوا ولا هيشوفوا أي حاجة كأن الناس اللي فقراني دول بشر والناس اللي في الفلسطين نوع تاني مش عارفة أن بتعرض للشعب ده ممكن يحرك ضمير العالم لاتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء والأوجاع اللي بيعاني منها شعبنا من 74 سنة ودع رئيس الوزراء في بيعان صحفي صدر عنه في مجلس الأمن الدولي إلى كسر معايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية زي ما أنا قلت لكم مطالبا بالمبادرة في اتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وقالت وزارة الخارجية أنها بتتابع جريمة اختال الثلاث فلسطينيين اللي حصلوا النهاردة في نابلس مع المحكمة الجناية الدولية والأم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة مطالبة تلك المؤسسات بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ناحية الفلسطينيين والله ولا هيعملوا أي حاجة أنا قديني بقول لكم كانوا عملوا في اللي ماتوا قبل كده ده أول خبر معنا تاني خبر معنا عن بوابة الأهرام كنا نتكلمنا نبالح عن فيروس اسمه هنبة وفي ناس قالت أنه مرض خطير وخصوصا بعد ظهور 35 حالة إصابة بهذا المرض في الصين وتايوان رفعت حالة التوارئ والتحذير بسبب هذا الفيروس الجديد فإيه هو الفيروس واخترته ده اللي هنعرفه من على بوابة الأهرام لأن الموضوع من الواضح بقى ترند وبقى كتير جدا بالرغم أنه لسه ما صبتش أنه بيينتنقل من إنسان لإنسان هو كل طرق انتقاله ببقى من الحيوان للإنسان وده برضو مش قليل لم ينتهي العالم بعد من أثار جائحة فيروس كورونا الخبر جاي بنهولكم من بوابة الأهرام عشان تبقوا عارفين وجدر الأرود حتى ظهر فيروس اسمه هنبة حيثه أصيب حوالي 35 شخص في الصين الأيام دي بهذا الفيروس الجديد اللي بينتشر على ما يبدو من الحيوانات للبشر ما أدى لإطلاق انذار في تايوان المجاورة للصين بشأن أحد مسببات الأمراض المحتملة يعني بيدوروا إيه سبب الفيروس ده وقد عانى جميع المرضى والمصابين من ارتفاع في درجة الحرارة بينما يعاني نصفهم على أقل من التعب والسعال وفقدان الشهاية ده هادي كده الأعراض دي عادية جدا ومتشابة مع أي مرض عارفينه الجديد في الموضوع إن المرض ده أو هذا الفيروس بيعمل انخفاض في خلايا الدم البيضة في خلايا الدم البيضة وأكتر من تلت المرضى بيعانوا من فشل في الكبد وتمانية في المئة منه بيعانوا من فشل الكبد يعني كده أنه بيأثر على أجهزة الجسم غير إنه هو مثلا بيخلينا نكح أو نعي أو نتعب ويتميز فيروس هنفة بشكله المتغير بيغير شكله وفقا بالظروف وده بيخلينا قدام خطر إنه بيقدر يتحور بأي شكل هو عايزه وفي هذا الإطار بيقول الدكتور عبد العظيم الجمال ده أستاذ المناعة والمايكروبيولوجي بجامعة كنوات السويس بيقول إن إحنا دلوقتي مؤخرا بنعيش في عصر الأوباء الفتاكة فما زالت دول العالم بتعاني الأمرين من ويلات وباء كوفيد-19 صحيا اقتصاديا اجتماعيا وإذا بينا نتفاجأ بأن السلطات الصينية بتعلن إصابة ما يقرب من 35 شخص في الصين بهذا الفيروس الجديد اللي قد ينتقل من الحيوانات للبشر الأمر الذي أدى لإطلاق الإنذار في تايوان بشأنه كأحد الأوبئة المحتملة هذا وقد صرحت شوانج جين ده نائب مدير مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان بأن المعامل التايوانية محتاجة لوضع إجراءات اختبارات موحدة لتحديد هذا الفيروس فربنا هيسر إن شاء الله الموضوع ما يبقاش غير مجرد تحذير وما يبقاش فيروس أو يبقى وباء ينتشر في العالم إن إحنا مش نقصين كفاة الحرب علينا وكفاة تأثرتها للعالم وكفاة اللي عملوا فينا كورونا إن نبقى نبقى كمان في وباء تاني فده يعني العالم مش مستحمل الخبر اللي معنا بعد كده من موقع سكاين يوز عن موقف بايدن من اللي حصل مبارح من اقتحام لمنزل ترامب وليه اقتحاموه؟ كل ده هنعرفه من خلال هذا الخبر اللي نازل من كم ساعة على موقع سكاين يوز علق البيت الأبيض النهاردة على وقع التفتيش مكتب التحيات الفدرالي الـ FBI منزل دونالد ترامب الرئيس السابق لولات المتحدة الأمريكية في فلوريدا بالقول إن رئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقرالية وزارة العدل إنهم مليش دعوة هم أصدروا الموضوع أنا مليش دعوة أنا كنت زي زيكم يا سلام قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير للصحفيين إن بايدن ما كانش عارف باقتحام بمنزل ترامب مشيرا إنه عالم بالقضية من خلال وسائل إعلام يعني فيه رئيس دولة ما يكونش عارف بحاجة زي كده كلام مش منطقي وقالت إن وزارة العدل بتعمل تحيات بشأن ترامب بشكل مستقل وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر وقالت كمان إن الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل ومساء أمس الاتنين قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين مكتب الـ FBI داهم محل إقامته في مارلاجو بولاية فلوريدا طب ليه يا جماعة حصل كده كشف ابن ترامب إن العملية تأتي في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض لمنتجه يعني هم متهمين ترامب بإنه نقل أوراق سرية وحاجات سرية من البيت الأبيض في المكان ده علشان كده كانوا بيدوروا في كل حتة في البيت وفي كل مكان ممكن تتخيلوا لا تتخيلوا عن هذه الأوراق في نفس الوقت لو حتى لقوا أي حاجة في مسؤول أمريكي مسؤول كان شغال أيام دونالد ترامب في وزارة العدل بيقول إن القانون أو الدستور الأمريكي بيكفل لأي حد حتى لو عليه أضايا أو عليه مشاكل قبل كده إنه يمكن يترشع عادي مفيش أي مشكلة يعني حتى كل الهلم اللي هم عاملينها دي ولو له حاجة بالفعل ده مش هيقف قصاد ترامب بإنه هو يترشع بعد سنتين في موضوع الرئاسة فهل ممكن فعلا ترامب يمسك تاني ولا هيبقى فيه لاي البايدن تانية ولا إيه الممكن تكون النتيجة المحتملة في الانتخابات الأمريكية القادمة في 2024 الخبر اللي معنا بعد كده مع أزمة الغاز النهاردة بريطانيا بتخطط لقطع منظم للكهرباء في الشد كلنا سمعين من يومين ثلاثة إن دول الاتحاد الأوروبي قررت إنها تقلل من استخدامها للكهرباء بنسبة 15% علشان يقدر يوفروا الغاز للشتاء اللي جاي طبعا كلنا عارفين إن بريطانيا مش تبعهم إن بريطانيا طلعت بقالها فترة من الاتحاد الأوروبي فالنهاردة هي كمان طلعت قرار لإن برضو الهم طيلني وطيلك هي كمان قالت إن إحنا هنقطع الغاز بشكل منظم يعني هيبقى فيه تقنين في استخدام الغاز والكهرباء عشان يوفروا للشتاء اللي جاي كلهم مرعوبين من السيناريو اللي هيحصل السنة الجاية أو الشتاء اللي جاي لو الغاز الروسي ممشيش بالطريقة اللي هم متعودين عليها أو هم ملاقيوش بديل هتحصل مصيبة كبيرة جدا أهو الموقع بيقول بتخطط المملكة المتحدة لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل خلال فصل الشتاء مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم والموقع بلومبرج نقلا عن مسؤولين حكوميين إن بريطانيا قد تواجه في فصل الشتاء عجز في الطاقة الكهربائية بمقدار صدس إجمال الطلب حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطريقة اللي كانوا قفلينها أصلا مش بيشغلوها مضيفا إن الحكومة بتعتبر هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول أنتم متخيلين؟ أسوأ سيناريو معقول يعني ممكن يحصل أسوأ من كده وفي ظل هذه التوقعات في إن بريطانيا قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات طريقة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل وأوضح المصدر إن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز اللي جاية عبر خطوط الأنابيب الأوروبية رغم إن الإمدادات هتكون ضعيفة يعني ما يعتمدوش قوي على الدول اللي حواليهم لإن الدول اللي حواليهم أصلا مش لقي غاز فالدنيا بايزة جدا في بريطانيا وفي دول أوروبا لإن هم بيقولوا إن دول أوروبا هستواجه أزمة عويصة في الشتاء بعدما بدأت روسيا من تخفيض تدفقات الغاز فربنا يسطل على الناس اللي هناك ما حدش عارف الدنيا هتعمل أي دلوقتي يعني يعني ده عادي لما يكون حد ما عندوش الحاجة بيبتدي يقطع منها علشان يقدر يوفق في الآية مليجاية لكن مصر النهاردة طلعت قرار غريب جدا على موقع سادة البلد الحكومة هتبدأ تفعل تطبيق التوقيت الصيفي لغلق المحلات والمولات من الأسبوع اللي جاي يعني أصدقوا إيه يعني من الكلام ده هفهمكم النهاردة طلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن إحنا هنحاول نرشد كمان من استهلاق الكهرباء علشان نقدر نوفر في الغاز آه إحنا عندنا غاز كتير ولكن من الأفضل إن إحنا نقفل على الكهرباء ونقلل من استخدامها علشان يتوفر الغاز ده في إن إحنا نصدره ونستفاد من العملة الصعبة فمن الإجراءات اللي تم اتخذها النهاردة إنه هما هيبتدوا بصوا أهو الخبر أحسن خلينا ندخل فيه ونشوف الإجراءات قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن بدءا من الأسبوع اللي جاي هيكون فيه تطبيق كامل ومتابعة يومية من كل الجهات والمسؤولين التنفيذيين لتطبيق تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية إقاف الإنارة الخارجية تماما لكل المباني الحكومية والميدين العامة بعد ساعات العمل وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي توجهنا إلى ضرورة تفعيل تطبيق التوقيت الصيفي في غلق المحلات العامة والمولات التجارية منوها بأن التوقيت الصيفي هيكون في حدود الساعة 11 مساء مشيرا إلا أن هناك توجيه للمولات اللي فيها تكييف مركزي بأن تكون درجة الحرارة 25 فأقصر لا أقل يعني حتى التكييف برضو فيه عالي أوامر وتابع رئيس مجلس الوزراء إن هذا التخفيض في الإنارة هيؤدي لترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي ترشيد وتوفير في الغاز الطبيعي لأنهم عايزين يوفروا بقدر الإمكان في هذا الموضوع عشان يقدروا يصدروا للدول الأوروبية أنتم عارفين دلوقتي الأوروبيين بيدوروا على بديل زي ما أنتم شايفين فمصر عندها غاز كتير فهي بتحاول إنها ترشد استهلاك الغاز عشان توفره في تصديره فبالتالي هتدخل عملة صعبة للبلد فبالتالي هينشط الاقتصاد بتاع البلد نفسها وتقدر إنها تستخدم الفلوس دي في مشاريع وإنها تقوم البلد من المشاكل اللي في العالم كله بيواجهها فدي حاجة برضو العكس تماما هو الغاز موجود بس بنحاول نوفره علشان نصدره وناخده عملة صعبة دي برضو حاجة لازم نتكلم فيها موقع سكاين نيوز كمان نهاردة أعلن خبر عن تعطل خدمات تويتر لألاف المستخدمين في أنحاء العالم من الواضح إن في حرب كبيرة على هذا التطبيق وخصوصا بعد إلغاء الصفقة اللي كانت مع إيلون موسك تعطلت خدمات موقع تويتر لألاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الثلاث وفقا لموقع بيتتبع انقطاع خدمات الانترنت اسمه داون دي تيكتور قال إن حوالي تويتر اتقطع عن 32 ألف حالة بلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة وكان تويتر الحقيقة قال دلوقتي إحنا بندرس الوضع وهنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن يعني ما قالوش إيه سبب الانقطاع اللي حصل ولكن الموضوع اتكرر كتير جدا أنه حصل في شهر سبعة اللي فات أنت قطعت الخدمة أكتر من ثلاث ساعات تقريبا وقالت ساعتها الشركة أن أنظماتها الداخلية وجهت بعض المشاكل اللي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم هل السبب إلون موسك؟ هل هو السبب في الموضوع ده؟ ولا في حاجة تانية غريبة بتحصل؟ الله أعلم وبكده نكون انتهينا من الأخبار وأهم الأحداث اللي حصلت حوالينا كم ساعة اللي فاتوا ما تنسوش يا جماعة الاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس